أشهد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم بتحقيق فريق بحرين ون المركزين الأول والثاني في جولة منافسات بطولة العالم للسيارات فئة برومود لموسم 2022 سموه أكد أن النتائج المشرفة تأتي في إطار الدعم الذي يحظى به الفريق من لدى جلالة عهل البلاد المعظم ومسندة سموه لعهد رئيس مجلس الوزراء وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن حمد أن هذه النتائج ستكون حافزا للفريق في البطولات القادمة مشيدا سموه بالإمكانيات العالية التي يمتلكها السائقون في إبراز الفريق في المحافل العالمية هذا وحقق فريق بحرين ون المركزين الأول والثاني في السباق الذي أقيم على حلبة زي ماكس في ولاية نورد كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية وحيث حقق لقب الجولة السائق ستيفي جاكسون وحل وصيفا له زميله السائق جاستين بوند وفي السباق الثاني من الجولة نجح جاكسون في التفوق على بطل الولايات المتحدة لعام 2022 لايل بارنت ومن ثم تفوق على المنصف الأول خوسي جونراليس في نصف نهاية الجولة قبل أن يتفوق على زميله بوند في السباق النهائي ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع